السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بجميع مشتركين دورة ستيب هذه المحاضرة عن passive voice أو المبني للمجهول طبعا المبني للمجهول جدا بسيط ومو زي الاعتقاد الشائع بأنه صعب طيب ايش الفرق بين المبني للمجهول وأي زمن آخر الفرق انه الفاعل لا يكون له الأهمية اللي نعطيها في الزمن الآخر مثلا في هذا المثال a mistake was made ارتكب ارتكب خطأ ما طيب من اللي ارتكب الخطأ الفاعل غير مذكور a mistake was made الفعل دائما نخليه بالpast participle فلذلك لازم نراجع قائمة irregular verbs أو الأفعال الشادة طيب a letter was written كتبت الرسالة طب من كتب الرسالة من ارتكب الخطأ كلها لم يذكر فيها الفاعل أو لم يعطى فيها الأهمية أوكي ممكن كمان تكون الرسالة أو تكون عفوان الجملة a letter was written by me a letter was written by my friend by Rita أوكي فاشوفوا الفرق هنا بين الactive والpassive Rita writes a letter هذا تركيب الجملة المتعارفة عليه اللي هو المبني للمعلوم بأن الفاعل له مكانه والsubject له مكانه والobject وبقية الجملة أوكي لكن الحال في الباسف هو أن يكون الفاعل في آخر الجملة أو أن لا يذكر مطلقا a letter is written by Rita أوكي here's also another examples بزمن مختلف مثلا في present progressive a letter is being written by Rita أوكي بس يتغير الزمن لكن فكرة الpassive voice هي أن الفاعل لا يكون له الأهمية في نفس الactive voice الفاعل إما لا يذكر أو أن يذكر باستخدام by في نهاية الجملة شكرا جزيلا شكرا جزيلا ترجمة نانسي قنقر